مصر بتحتفل خلال هذه الأيام بالذكرى اكتوبر المجيدة الذكرى 47 لنصر اكتوبر الذكرى اللي حطمت فيها الأسطورة الزائفة التي روجها لها الكيان السبيوني بأنه الجيش الذي لا يكهر مصر والجيش المصري قدر أنه هو يعد القناة خلال 6 ساعات بالزبط تحية للقيادة العسكرية وتحية للقوات المسلحة الشريفة التي نجحت في إعادة ما سلبى وما نهبى منها بكل قوات وعز تحية إلى الرجال الأبطال وتحية إلى الشهداء التي روت دماؤهم أرض سيناء الحبيبة الطاهرة تحية إلى الراحل محمد أنور السادات داهية الحرب والسلام وبطل الحرب والسلام الذي نجح في إعادة العزة والقرامة لمصر وشعبها وجيشها تحية للشعب المصري الذي وقف إلى جوار قياداته من أجل تحرير الأرض تحية إلى كل من شارك في هذه الحرب والحقيقة أنا عايز أخذ مقولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي قال وصدق قوله الآن مصر أرصبح عليها درع وسيف يحميها وأضيف عليها ومعوال للتنمية والتعمير الحقيقة في هذه الفترة بالتحديد في كل الذكرى نصر أكتوبر المجيدة بيطلع علينا الكيان السهيوني عن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بيحاول أنه هو يشكت في النصر العظيم اللي حقاقه جيشنا المصري على الكيان السهيوني وإسرائيل ومعنى البلد عموما إدالهم بالقافة يعني والدليل على ذلك أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو أصدر قرار بأثناء تسليم الأسرة أن هم يلبسوا البيجامة الكاستور رسالة بيوصلها ليهم إنتوا عارفين البجامة الكاستور ده كانوا يلبسوها المين؟ إحنا عندنا في الأرياض كان الطفل أثناء عملية الطهارة كان بيلبسوها هذه البجامة بالتحديد بعد العملية ليه؟ لأنه بدأ يعني منعاً هذه البجامة كانتش إيه؟ بتحافظ عليه ومنعاً للجرح وكلام ده حافظ على الجرح البطارية دي فده رسالة موجهة إلى الكيان السهيوني وإلى القيادات السهيونية اللي بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تزييف الحقائق والحقيقة إحنا هذا اليوم سيظل يوماً للعزة والقرامة وسيظل يوماً نستمتع ونسمع إلى حكاوي الأبطال تحية إلى كل من شاركه وسهما في هذه الحرب وتحية إلى الجيش المصري والحقيقة إحنا جيشنا مازال مستمر وجيشنا مازال قوي وجيشنا معزال حتى الآن يد تحارب الإرهاب في سيناء الحبيبة ويد تبني وتعمر وأنا مش عايز أتكلم عن الإحصائيات اللي بتتكلم عن الجيش المصري والمرتبة اللي وصل لها الجيش المصري الجيش المصري يحتلل المرتبة الأولى على أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة التسعة من ضمن أقوى الجيوش على مستوى العالم يعني تحية لدماء الشهداء التي روت أرض سيناء الحبيبة وسنظل نحتفل ونفتخر بهذا اليوم الذي هو يعتبر يوم العزة والقرامة يوم استعادت فيه مصر سيادتها يوم غيرت فيه مصر موازين القوى في العالم يوم أصبح يدرس في جميع كليات العسكرية بجميع أنواع أنحاء الدول العالم والحقيقة النهاردة أنا مش عايز أتكلم في أكتر من كده يعني هخشك موضوعنا بقى في الحلقة المهمة اللي احنا بنتكلم فيها واللي هو خاصة قانون التصالح مع خلفات البناء الذي أصبح يصير العديم من التساؤليات لدى المواطنين ومعنا ضفنا في هذه الحلقة في هذه الحلقة بالتحديد للإجابة عن كل ما يدار وكل ما يريد أن يستفسر عنه المواطن سيادة المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستناف العالي ومجلس الدولة أهلا بحضرك أهلا بحضرك شرفتنا بالمناسبة دي وإحنا النهاردة في يوم بنحتفل بذكرى المجد وذكرى الكرامة أنا معجب بالكلام بتاع حضرتك وأضيف أن الجيش المصري فعلا خير أجناد الأرض وبهنى الشعب المصري بمناسبة الذكرى 47 لانتصار حرب أكتوبر وربنا وأتمنى أن الشعب المصري يعيش دايما في انتصارات وتفوق وتقدم في جميع مناح الحياة وفي جميع المجالات تمام ممكن أخذنا حضرتك تعقيبا على الرسائل اللي بتوبع على موقع التواصل اجتماعي اللي بيحاوله زي يقول الحقائق والوقائع والترويج والأسف البعض بيصدق الكلام ده طالما حضرتك واصف من نفسك اللي يزيف يزيف واللي يجدب يجدب ما فيش أي مشكلة الحقائق موجودة الحقائق موجودة طبعا أنت ممتظر من العدو أنه هيسقف لك لازم يزيف في التاريخ ويقول أكاذيب ومغلطات عشان يقلل من الانتصار العظيم الانتصار العظيم بتاع سنة 73 وبالتالي لازم نترك الكلام ده هو ونمشي في المجال اللي احنا ماشيين فيه على أساس نتقدم ونتفوق على جميع الأمم خدت البال ما عليك بس نخش في موضوعنا الأساسي وهو قانون التصالح مع مخالفات البناء بس قبل ما خش تحية للشعب المصري بهذه المناسبة السعيدة ويا رب تفضل هذه الأيام سعيدة على مصر ويعود علينا الأيام بخير وحمى الله ومصر وشعبها وجيشها اللي بيحمي وبيدافع عن أرض الوطن عايز أخذ التعقيم حضرتك إن هذا قانون التصالح أصار جدل وأصار العديد من التساليات لدى المواطنين عايزين نوضح للمواطن المصري العادي القانون ده مدى استفادة المواطن المصري من وخاصة إن الدولة استجابت إلى مطالبات المواطنين وده ساهم بنسبة كبيرة في الإقبال على قانون التصالح تمام حضرك لو تتذكر يا أستاذ محمد لما جيت مع حضرتك كناف في يوم 2-9 تمام كان عدد المواطنين أو الطلبات التصالح في الوقت ده 769 ألف طلب تصالح تمام كلام ده في 2-9 2020 لما نشدنا الدكتور مصطفى مدبولي إن هو يمد المدة شوية على أساس مخالفات كتيرة حوالي في ما يقرب أو يتجاوز 5 مليون مخالفة 3 مليون و160 ألف مخالفة ده وفقا لوزارة التنمية المحلية لا يعني 3 مليون تقريبا أرض زراعية ومليون وتسعمية أو مليون وتسعمية ألف تعديات على أراضي أخرى يعني في المجمل حوالي 5 مليون مخالفة نشدنا الدكتور مصطفى مدبولي إن هو يمد مدة التصالح على أساس كنا نحنا في 2-9 وكان آخر ما عاد 30-9 تمام المدة تيه كانت قليلة جدا بالإضافة إن المبالغ اللي كانت مطلوبة في سعر المتر للتصالح كانت عالية نشدنا الدكتور مصطفى إن يمد المهلة ويخفض يصدر أمر الأستاذ المحافظين إن يخفضه المبالغ وفعلا بعد الحلقة دي بحوالي أسبوع الحمد لله في استجابة ومد المهلة وخفض المبالغ الأمر ده شجع الناس عنها تتصالح حضرتك 2-9 كانت 769 ألف طلب تصالح حاليا النهاردة وصلوا المليون وسبعمائة ألف النهاردة 17-2020 مليون وسبعمائة ألف طلب تصالح وبالتالي الموضوع لما خفضنا الناس أقبلت على التصالح وبرضو إدى مهلة للناس إن هي ترتب أمورها وتتصالح مع الدولة وتتفادى لأي حاجة يعني أي أضرار تنتج عن عدم التصالح في هذا القانون حضرتك في سؤال مهم لازم نسأله البعض يقول لك أنا هستفادى من التصالح أنا مش متصالح مع الدولة مصير إيه اللي مش هتصالح مع الدولة في مخالفات البناء بالتحديد مصيره إيه؟ والله هو التصالح يعني بالرغم برضو عشان أكون صريحة معاك يا سيد محمد أني أنا برضو ليه تحفظات ولكن بعد التخفضات والتسهيلات اللي عملتها الدولة وأنا لمست الموضوع ده بنفسي أنا قدمت كذا موكل لموكلين في كذا حي يعني طلبات تصالح في سلاسة في التعامل يعني من ضمن كان فيه قايمة بالمستندات المطلوبة من المواطنين تقرير سلامة إنشائية من المهندس استشاري محضر المخالفة أوراة كتيرة التصالحات اللي قدمتها حضرتك صورة العقد وصورة البطاقة بتاعت الشخص اللي طلب التصالح وبالتالي ده تسهيل بالإضافة للمبالغ اللي اتخفضت يعني حضرتك المبالغ دي اللي اتخفضت شجعت عدد لبأسة به من الناس إن هي تتصالح في الموضوع ده أنت بتقول لحضرتك الناس اللي مش هتقدم طلبات تصالح والله في الغالب طبعا هو السيد الرئيس الوزراء والرئيس الجمهورية السيدة عبدالتح سيئسي أكد إن هو لا يردن هاد أكد إن هو ما فيش إزالات الحمد لله إن أنا ما فيش إزالات ولكن يعني طبعا مش هتساوى الشخص اللي تقدم بطلب تصالح ما الشخص اللي ما تصالحش يعني أنا يعني على ما أعتقد إنه ممكن يكون فيه قطع للمرافج الأمور برضو لسه ما تضحتش الغاية دلوقتي ولكن في المجمل طالما الدولة خفضت وإدت مهلة في إدت مهلة شهرين استكمال المستندات وخفضت المبلغ إيه المانع الناس يعني إيه المشكلة الناس تتصالح بالإضافة أنه يدفع 25% والباقي على ثلاث سنين وفيه 25% للدفع يعني هيخصم 25% من إجمال المبلغ للدفع الكاش ده فيه وصل في بعض المحافظات إنه هو وصل إلى 40% في حالة الدفع الكاش وأنا عبدالله العزين إحنا العادين هنا النهاردة في برنامجنا ده من أجل إن إحنا نوصل صورة كويسة للناس ونقص لأصل برضو إن إحنا نحس الناس أن تروح على هذا القانون بس برضو أنا لك ونحاول تتصالح عايزيني فمن حضرتك ماذا استفادت المواطن من التصالح؟ طبعاً هيبقى قرن وضعه طبعاً لو ما فيش مرافق في العقار ده هو بطلب التصالح هيقدم على المرافق مية، قهرباء، غاز، كل المرافق هيبقى وضعه قانوني هيبقى ما فيش مخالفة بالنسباله تصالح مع الدولة يبقى الدولة استفادت وهو استفاد استفاد إنه هو أصبح وضع رسمي أو قانوني ودخل المرافق بصورة رسمية ما فيهاش أي مشكلة خبت البال حضرتك ولكن فيه جزئياً عايزة تكلم فيها سيد محمد الدولة خفضت في الريف ووصلت سائرة للمتر لخمسين جنيه طيب، الناس اللي في البندر وفي المحافظات وفي عواصم المحافظات برضو في بعض الأحية وفي بعض المحافظات ما مقللتش أو ما خفضتش بالصورة المطلوبة وخاصة في المجال في المكاتب الإدارية أو التجارية إيش معنى؟ معنى أنا شغال مع التجار في الفترة اللي عقبت كورونا حضرت كمية شيكات رهيبة رجعة ده يدل على فيه حركة كساد وركود اقتصادي لما تيجي زي ما أنت خفضت في القرى خفض بنفس النسبة في عواصم المحافظات ومش في السكن بس في النشاط الإداري والتجاري أنا لمست برضو أن بعض الأحياء مغلية أو فيه يعني ما خفضتش في الإداري والتجاري ممكن يكون خفضت في السكن ولكن هما الإداري والتجاري إيش معنى يعني؟ يعني دوات مواطنين مصريين واللي عندهم إنشاء تجارية أو إدارية مش مواطن مصري يبقى المفروض كله يستفيد وأنا واثق من كلامي لو الدولة خفضت برضو في النشاط الإداري والتجاري أنا واثق يا سيدس محمد الناس هتقبل على التصالحات وهتزيد نسبة التصالحات زي ما حصل وخفضت في الفترة اللي إحنا اطلعنا فيها في 2-9-2022 معنا اتصال تليفوني هناخد محمد نسكندرية تفضل يا سيدس محمد أيوة أيوة تفضل حضرتك ماشي ألو وعليكم وعليكم السلامة وبركاته والله أنا معاي مشكلة في معمولة قضية مباني في نجع العرب الجديد نسكندرية جسم من البصل في نجع العرب الجديد تمام في اسكندرية آه أنا باني من 83 آه فعملولي مخالفة ما باني على أرض الدولة عملي اللي فيها حكم سنة سجن آه وربعمية اتنان وستين ألف غرامة ربعمية كم؟ وأنا معمول لي كذا قضية دبل كده هل تقدمت بأي تصالح؟ أستاذ محمد؟ نعم تقدمت بأوراق التصالح ولا لا؟ رحت أعمل تصالح قال لي لازم تروح تقنن ما هو التقنين؟ رحت أعمل تصالح قال لي لازم تقنن رحت التقنين اللي جيته قافل لا أزاي يا سيد محمد كل الحاجات مفتوحة ده تعليمات من الدولة ومن الحكومة بالتفكيل جميع إجراءات التقنين والتصالح يا سيد محمد إزاي قافل يعني تمام تمام يا سيد محمد السيادة المستشارة يرد على حضرتك ويوضع على نقطة هو التطرق في نقطة اللي متعد على منات الدولة مصيره إيه ونظامه إيه هو قانون التصالح فيه ثمان حالات لا يسر عليها قانون التصالح لا يجوز فيها التصالح أولا البناء على أملاك الدولة إلا إذا قنن وضعه إلا إذا نفس الحالة اللي بتكلم عليها الأستاذ يقدم طلب للجهة الإدارية ويقنن وضعه طبعا هتطلب منه مستندات مرافق حاجات زي كده ويقنن وضعه في الحالة دي بيستفيد من قانون التصالح الأمر الثاني المخالفات المتعلقة في المباني ذات الطراز المعماري المتميز لا يجوز التصالح فيها الأمر الثالث المخالفات المتعلقة بقيود الارتفاع التي تحددها سلطة الطيران المدني الأمر الرابع المخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق المقررة قانونا واتفاقا خدت البال حضرتك يعني دي وبرضو المخالفات التي بتقع على الأصار المباني اللي بتقع على الأراضي المعدة أصر أو المخالفات اللي بتحتدي على نهر النيل كل هذي المخالفات اللي حددها القانون لا يجوز فيها التصالح خدت البال حضرتك مصيرها لإما يقوم الوضع لا هي ترفض هو ممكن لو ترفض طلب التصالح هو للمواطن أن يتظلم أن يتظلم من قرار يعني هو قدم طلب التصالح قدم طلب التصالح والجاه الإداري أخترته برفض طلب التصالح يجوز له أن يتقدم بتظلم في خلال 30 يوم من تاريخ اختاره برفض برفض طلب التصالح الخاص سنأخذ معنا رمضان من إنا تفضل سيد رمضان سلام عليكم وعليكم أتفضل حضرتك أنا بالنسبة لذكر قانون التصالح حضرتك يا ريت يا سندم وخدمات حضرتك تبقى تخرح لثلاثة رائح 50 150 250 50 تبقى القرية 150 بندر 250 الأماكن المتنيزة ما هو حضرتك 50 في الكرة وده سعر موحد وتم الإعلان عنه من قيمة أسبوعين بقى سعر موحد في جميع الكرة ده قرار دولة حضرتك عشان عد على المواطن من مصر حضرتك ومعبقاش فيه نفور في تسلات يا سندم خرح لثلاثة شرائح 250 يا سندم اسمعني بس الأول يا سندم يا سندم في قرار طالع من مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفى مدهولي صرح إن ده قرار رسمي في تسلات قدمها من ضمنها إن متر المتر في الكرة 50 جنيه جميع الكرة في جميع المحافظات وده طبعا التسلات اللي هو وضحها يا فندم ده برضو بتساعد عشان كده كان فيه إقبال على قنون التصالح عشان كده وحدك هو يعتبر القرية القرى أيوة قرى أنا بتكلم حضرتك على البندر حضرتك ما بدل 250 عندنا مثلا فابضوشت حضرتك 250 أو 125 بعد التخصير هيبقى حضرتك 150 والأماكن المتميزة اللي هي عليها تناحر في الوقت الحالي 250 عموة بدل كلمة 1500 حضرتك أنا بشتريش العقار تالي للدولة تمام عشان أساعد للمواطن حضرتك وخدمالك الدفع والقبوض النفسي والله ده اللي احنا بنتكلم فيه يا سيد رمضان بنتكلم بنناشد الدولة أن هي تنظر في هذا الأمر تفضل حضرتك أنا باعت فكرة قانون التصالح في 2007 للسيد رئيس الجمهورية باسمي أنا أنا اللي باعت الفكرة حضرتك في 2017 تمام يا سيد رمضان وفي خدايا في الموضوع تالي حضرتك بالنسبة لمخللات حضرتك عندي حل للمشكلة إن شاء الله تمام تمام يا سيد رمضان شاكر جدا لحضرتك يا سيد رمضان والإضافة لحضرتك دبتها طبعا نتكلم في النقطة طبعا أنا بانضم ليه كل ما تخفض الدولة كل ما الناس هتتشجع ان هتتتصالح وفي نفس الوقت هيخش خزينة الدولة فلوس يبقى الدولة لمت فلوس وفي نفس الوقت الشخص طلب التصالح الموضوع بالنسبة له هاين شوي احنا عايزين نتكلم برضو قلني الدولة استجابت وسمعت لندق المواطنين لما سهلت وضع تسهيلات كبيرة جدا وده حاجة بنشير بيها احنا ما قلناش حاجة بنشير بيها انا فعلا انا لمست الموضوع ده في التصالحات اللي قدمتها في الأحياء بالخاصة بالموكلة بتوعي ولكن بنطمع في المزيد في المزيد في المزيد في مد المهلة وفي تخفيض مبلغ التصالح وخصوصا في البندر وعواصف المحافظات وفي القاهرة واسكندرية عشان احنا هوا اللي عادين في القاهرة مش مصريين واللي في القرى مصريين وكل الشعب المصري كل المواطنين مصريين كل المفروض يستفيد من هذا القانون واستفيد من التخفيض مش فئة تستفيد وفئة ما تستفيدش لأشكالها نتكلم عنها بس بعد ما ناخد محمد من قصيوت بفضل يا سيد محمد مساء الخير يا سيد محمد انا نسأل نور يا فن مساء الخير يا سيد مصري شارباد مساء نور يا سيد حج محمد عايزة سألك على حاجة ساعدت المصري شار بالنسبة للقانون التصالح تمام في الموقف طبعا الأسواء زي ما انت قلت والشيكات بترجع والدنيا وقفت سلب القانون ده تمام والقرى ما فيه دي حاجات مبنية من قبل 2008 2008 بتتير مبنية هديمة وجاي محاضر وجاي حاجات عليها تمام واحنا مش فاهمين الدنيا دي ماشي الخير بتاع القانون التصالح طب اسمعنا بقى حج محمد من ناشي يا بقى الاشتاز بدرة يوضع لحضرتك النقاط اللي حضرتك بتتكلم فيها دي الناس بتتكلم احنا بنقبل 2008 تمام ووضعينا ايه نظامنا ايه عايزين نوضح النقاط دي لان فيه تساؤلات كتيرة في هذا الموضوع ولسه هنكمل بقية التساؤلات في الموضوع والله هو المفترض القانون من 2008 حتى الان اه المفترض قبل 2008 اه اه نعم منتهي خلاص منتهي خلاص احنا هو كان المفترض يا سيد محمد ان القانون صدر النهاردة يطبق تنيوه اه ولكن اه قلنا خلاص طالما الدولة خفضت يبقى مفيش اي مشكلة وبالتالي من المفروض قبل 2008 المفروض مفيش مفيش انه يقدم طلب تصالح اه احنا لو لو مشينا على المنهج ده يبقى المباني اللي من 30 او 40 سنة تتقدم بطلبات تصالح انا عشان كده بقول لحضرك وضح القانون لا المفروض هو من 2008 بس خلاص من 2008 وانت طالع حتى الان قبل 2008 عاف الله عما سلف عاف الله عما سلف في نقطة لازم الناس بتسألها انا عندي شقة في المدينة وفي صاحب عقار مخالف انا زنب ايه في هذه الشقة انا زنب ايه اللي انا ادفع فلوس التصالح اعمل ايه اذا كان صاحب العقار لم يتقدم للتصالح ايه الاجراء اللي اتخذ وفي الغالي مش يتقدم بطلب التصالح اه ده طبع هو بنى وكسب وكسب وخلا وممكن يكون طلع فرنسا ولا امريكا هجيبه مني انت يعمل ايه بقى في الحالة دي حضرتك وفي كثير من العمارات ممنية بنظام القحول طبعا في الحالة دي حضرتك مقدمكش اصلي انت المستفيد من المكان اللي قعد فيه وانت اللي هتتضرر لقدر الله لو حصل ازالة او قطع للمرافق وانت اللي هتتقدم بطلب التصالح وبالمستندات اللي معاك زي مولت لحضرتك صورة العقل وصورة البطاقة وتدفع الـ 25% اللي هيجدية التصالح طبعا صاحب العقار صاحب العقار طبعا الناس اللي هم في العقار اصحاب الشواء المفترض بعد ما يقدموا طلبات التصالح ويكون معاهم مستندات طبعا انت بتقدم طلب التصالح بتاخد ايصال ما يفيد انك دافع 25% جديد التصالح الجماعة السكانية لموا بعضهم يوعملوا بلاغ ضد صاحب العقار واني بقى تتخذ الاجراءات القانونية ضد هذا الشخص اللي هو بنامو خالف كمان برضو مبدأ شخصية العقوبة هو الساكن اللي اشترى هو اللي بنا هو اللي خالف طب ازاي؟ المفترض مبدأ شخصية العقوبة ان اللي اجرم او ارتكب جريمة او اللي خالف القانون هو اللي يتعاقب كمان في القرآن الكريم ولا تزر وزرات الوزراء اخرى يعني واحد ارتكب مخالفة اشيل انا انا كمشتري واحدة سكنية انا مال انا بتكسر صاحب العقار انا بيقول لي مش دافع ماشي وموجود في قلب الباب يتعمل بلاغ ضد دول النياب السكان او اصحاب الشوء اللي اشتروا في عقار مخالف يعملوا بلاغ ضد صاحب العقار بعد ما يقدموا طلبات التصالح هيتجهوا للنيابة العامة والنيابة العامة تتخذ شؤونها ضد هذا الشخص تمام انا كنت عايزة وضح نقطة دي بسا بعد كده اخد محمد معي من المنوفية تمام بوضع يا سيد محمد السلام عليكم عليكم السلامة السلامة لو سمعت يا فندم انا دلعت بالنسبة للجماعة اللي بتطلحوا اللي بنوا تمام انا عايزة اسألت قطرة المستشارة الحية انجماعة اللي هم مبنوش وعايز انا مضطر ان انا ابني لاني ما عنديش مكان اسكم فيه تمام وعندي ارض ارض ازراعية دخل مباني تمام ازاي اضرابني وقانوني حضرتك يا استاذ محمد البناء موقوف دلوقتي بقرار رسمي من الدولة بترجع القرار بس بشروط محددة حتى كنت بتقول ارض ازراعية فالستاذ بدرا يوضح لحضرتك اذا كانت هي تبع كردون المباني ولا لا تمام تمام فالستاذ بدرا يوضح حضرتك في حالة عادة الترخيص والبناء طبعا هو شكرا يا استاذ محمد للاتصال من حوالي اسبوع رجع المباني بس بشروط محددة اه على ارتفاع اربعة دوار واللي كان منطلع الرخصة قبل قرار وقف المباني طبعا فيه خلال 15 يوم اللي جاية هيطلع قرار دين هيضرك قانون الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية كلها في القرى وفي البندر وفي المحافظات وفي القاهرة والاسكندرية والجيزة جميع الجمهورية طبعا هيقنن البناء مش فيه مناطق هيمنع فيها البناء نهائي حسب الكسافة السكانية في المنطقة دي وفيه مناطق هيتم البناء فيها ولكن وفقا لضوابط وشروط معينة كل الامور دي هتتضح هو المفروض على 24-11 اللي جاي ولكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صرح من 15 يوم ان قانون اشتراطة البنائية هتصدر قبل هذا التاريخ قبل هذا التاريخ وبالتالي ردنا على السائل يعني فيه خلال 15 يوم هيعرف الدين يمشى ازاي هيبني ازاي والشروط والنسب كل الحاجات دي هتتضح مش في المنوفية بس في جميع المحافظات بتاعة مصر من الواضح ان الحالة فيها اتصالات كتيرة جدا ما عالي عاطف من سباك ما هو ده القانون ده من تساؤلات الناس قانون بيمس الحياة الاقتصادية وشخص المبنى اللي هو قعد فيه اللي بيسكن فيه هو وعياله وبتالي اي ضرر هيعود عليه بال عشان كده احنا بننصحه ان هو يلجأ للتصالح معانا عاطف من سواج اتفضل استاذ عاطف ايه خانديم السلام عليكم خانديم عليكم السلام عليكم السلام عليكم خانديم انا انجي حكة ارض تغيارة كده هي طويلة طول بس واقع جنبينا وهم جنبينا من الابل وبحري اه فعايز اجرها لهم فالناس بقولوله ممكن يحط الوضع يد عليهم هذا كلام ده صح مش فاهم بس يعني انت عايزت اجرها لهم ولا هم وضعوا يد عليها مش فاهم لا انا عايز اجرها لهم بس فيها بتقول لي ان ممكن يحط الوضع يد عليهم فايه الاجراء القانوني اللي يحمي عرضي ويحمي كده يعني العقد اللي حضرك بتعمله الايجار العقد يا فانديم الاستاذ بدرة يوضح لعادرتك هو مش الارض مملوكة ليه الارض مملوكة ليه هو عايز اجرها بس الناس بتقول بتنصع بشكرك جده انا استاذ لو بهذا المنطق الناس بتخوفه وتقوله انت لو اجرتها يحطوا ودايهم عليها لا واياخدوها فهو خايف من وضع اليد يأمن نفسه ازاي بعقد الايجار حضرتك وفيه شروط محددة ومدة محددة لمدة كذا وبعد انتهى المدة بيحط بند في العقد ان بعد انتهى المدة المحددة لعقد الايجار لو ما خرجش من الارض فيه غرامة مثلا حسب الاتفاق غرامة كل يوم تأخير مثلا الف جنيه الفين جنيه وبالتالي لو الشخص اه يعني ما التزمش بجنود العاد لل للمالك انه يشتكيه في النيابة وياخد عليه حكم ويطرده من الارض بموجب عاد الايجار دهوات حتى لو وضع عاد عليه حتى ما فيش وضع ياد وضع ياد ليه ما كل مؤجر وبحقود ايجار محلات عمرات شوء سكنية ارض ارض زراعية ايه المشكلة ما فيش اي مشكلة طالعما فيه عاد ايجار وفيه شروطه على العاد المدة والكيمة الايجارية والغرامة في حالة مخالفة المستاجر انه لو تأخر في انه يخرج من الارض بعد انتهاء عاد الايجار كل الامور دي فيه صالح المالك ما فيش اي مشكلة احنا شكلنا هناخد الحلقة كلها ما فيش اي مشكلة انا جاهز معانا علي من القاهرة اتفضل اصد علي ازاي حضراك اسم حضراك ازاي حضراك يا فنم ازاي حضراك يا فنم اهلا نام بحضراك اهلا نام بحضرت اهلا نام بحضرة يعني يا سيدك رئيس ما تتكلم عن مداني مخالف ماهليش لو فيه مبنى مثلا او شارع دائية ومباني مخالفة لان المباني تبقى ايه تعمل بعضها بيبقى في صعوبة في مطاف الخش مثلاً في حريقة في نهيار في منزل لكن تصميم المباني بطريقة فيها نظام للكهرباء والميا والصرف فيه ستة متر لتسعة الشارع فيه استفادة لصاحب العقار وكويس انه في التصالف مع تصبيب الشباعة والكلام ده كله فيهريك ان الدنيا تبقى تمام وجزاك الله خير على البرنامج شكراً شكراً يا أستاذ علي كلام منطقي وسليم هيعالج المضوع اللي بتكلم عليه الأستاذ قانون الاشتراكات البنائية بحيث مش يبقى فيه بنى عشوائي عشان تبني في قرية أو في مركز أو في القاهرة أو في اسكندرية لازم بشروط محددة وما يخلش بالاتراز المعماري وبرضو الأماكن اللي فيها كسافة سكانية عالية هيتمنع فيها البنى نهائي كل الأمور دي هيعالجها قانون الاشتراكات البنائية هناخد خدت البال معلي هناخد اتصال آخر معنا محمد من السعاد افضلوا سيد محمد السلام عليكم يا محمد الباش افضلوا سيدنا بركات السيادتك أسأل من المستشار من فضل سعادتك افضل حضرتك السيادتك أنا معاي حتك أرضية يعني أرض وسط كتلة سكانية وداخل الحيز العمراني وحصلت على ترخيص في سيادتك بتاريخ 11-4-2005 ومذكور سيادتك في الترخيص أنه يدوز البناء يعني منخص البناء لمدة ثلاثة أشهر من 11-4 مكتوب كده سيادتك في الترخيص من 11-4-2005 لحداثة 2007-2005 فأنا في الفترة دي سيادتك بنيت دور أرضي وبنيت الدور الثاني بس ما ثبتش الدور الثاني فهل يدوز أصب الدور الثاني حاليا هو حضرتك فيه قرار بواقف البناء مش عارف هل ينطبق على الأعادة اللي تم فيها عادة قرار بواقف البناء هو بنا شكرا على سيد محمد بنا في 2005 بنا في 2005 بس ما كملش الدور الثالث أو الدور الثاني هو المفترض وفقا للقرار اللي صدر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يجوز ليه طالما فيه رخصة يجوز ليه انه هو بس المفروض يرجع للوحدة المحلية انه طبعا طالما فيه رخصة يرجع للوحدة المحلية ويستكمل البناء ما فيش أي مشكلة يستكمل؟ طالما فيه رخصة مع هالقرار اللي صادر معك رخصة خلاص وفي حدود أربع تدوار ما تزيدش عن أربع تدوار الحين صدور قانون الاشتراطات البنائية طب هناخد اتصال تاني معنا نسمى من القائرة تفضل لها سودان نسمى اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك انا كنت عايز افقى الاستاذ بات تفضلي اوهل فيه فئة معينة تتعرفة من قانون التصالح ولا هي جميع فئات الشعب اللي هتبقى من بين فئة قانون التصالح وهل فيه هيبقى فيه مسلا تخفيض لفئة معينة برضو من فئات الشعب ولا برضو قانون التطرح هيطبع على جماعة الفئات هل فيه استثناءات تمام يا سيدة نسمى شكرا لحضرتك انا وضع لحضرتك هو المواطنين كلهم مصريين لا ايا بتكلم في نقطة هل فيه استثناءات ليه البعض من المواطنين بالنسبة لقانون التصالح واعتقد ان هناك توجه ان هو يشوف الناس غير قادرة على ان هي تتصالح اللي هي حالتها معدومة وده اللي يحس فيه بعض رجال العمال بدأت انها تتكفل بالنها والله زي حزب مستقبل وطن تتكفل كل شخص في دايرته انه يدفع للناس المعدومة وده المشاركة المجتمعية طبع المشاركة المجتمعية يدفع ويسدد لهم مبالغ التصالح اما القانون يطبق على الكل القانون مفيش فئة فئة كله كله مع القانون اللي هو حالته على قده اللي هو في تكافل وقرامة انا افاقد في اتجاه بهذا الموضوع ان هو بيراعه وزروفه وبرضو يمكن يمكن الدكتور مصطفى مدبولي يفاجئن انه يخفض يعني تاني بقولت له حضرتك نطمع في المزيد ان شاء الله بأمر معانا اتصال اخر مين استاذ وليد محمود من الجيزة اتفضل استاذ محمود السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته زي حضرتك انا بس بس تتمح حضرتك في دقيقة لسيادة المستشار هي ممكن تكون خارج موضوع الحلقة بس موضوع يهرم استاذ محمود استاذ محمود استاذ محمود معزرة انا مش عايز اخرج عن موضوع الحلقة نهائية معلش انا عايز اتكلم في موضوع الحلقة لان فيه تساؤلات كتيرة الناس بتحب تسمحها وبتحب وده مخصصين هذي الحلقة للتحديد نوضح للناس لو حضرتك عندك اتصال بخصوص قانون التصالح عايز تفن منه حاجة تفضل حضرتك لو فيه حاجة تانية بعتذر لحضرتك للأسف عشان مش عايز اخرج لموضوع آخر عن الحلقة فضل استاذ بادر احنا هنتكلم احنا اتكلمنا عن الجدوة الاقتصادية المتعلقة بقانون التصالح ومدى استفادة ده موضوع احنا كنا تحدثنا في حلقتنا من قبل لما حضرتك اتكلمنا في نقطة مهمة جدا في غاية الخطورة ليه انا بس حاسب المواطن لابد ان يحاسب المسؤولون وده الدولة بقت في هذا الامر بدليل ان فيه تصريح للمتحدث باسم وزارة التنمية قالك ان اكتر من 600 الف قيادة محلية تم تقدمها للتحقيق بسبب مخالفات البناء تعقيق حضرك على هذا الكلام ايه وده بشت خير ان احنا نلغي بقى على اللي كان بيتم من قبل في عملية البناء السبوبات اللي كانت بتتم والفساد والرشاو اه تمام حضرتك المخالفات دي اللي على المدار مش نقول من 20-30 سنة اللي هي بعد 25 يناير في خلال العشر سنين دولة حضرتك تعتبر دولة اتباني تاني مخالفات كم مخالفات رهيبة يا طرى البرج اللي بيطلع ده حضرتك برج 15 دور او 20 دور بيطلع كده في 24 ساعة بيطلع تحت مرأة ومسمع من الاحياء والمهندسين وحضرتك عارفة وبالتالي قرار حكيم انه كله يتحاسب المخطئ يتحاسب زي ما المواطن دفع المخالفة تمن المخالفة بتاعته من 2008 يبقى كله مهندسين الاحياء اللي هم للأسف تغاضوا عن المخالفات الرهيبة اللي تمت في خلال 10-12 سنة مخالفات رهيبة هنرجع لحضرتك بس هناخد معنا سماء من القاهرة تعمل موضلة سماء سماء السلام عليكم عليكم سهوة بركاته لو سمحت كنت عايزة اسأل على الاراضي اللي هي كانت شارينها من البدوث مرسة مطروحة الاراضي ايه فاندي؟ الاراضي اللي هي ان شارينها من البدوث مرسة مطروحة من كذا سماء اه كنت عايزة اسأل لان احنا بنين عليها وعادينا مخلنين فيها وبقالنا ثلاث سنين او اربعة سنين فدلوقتي روحنا عشان نعمل التصالح قالوا لا ما اسمكم تنزل في التصالح فكنت عايزة عارف الحل ايه يعني انا متحفظ طب معلش بس الارض البدوث مرسة مطروحة هي ارض دولة ولا ولا ايه؟ اه هما دلوقتي بقولون هاتت بوضع ياد وضع ياد على الاراضي الدولة في الغالب اه فهم اه تمام هو تمام يا حسول يا سنيناء هنوضع لحضرتك تمام هو في الغالب هي ارض دولة بس احنا منوطالب ان يكون في مراعاة للمناطق الحدوية بتاعي ديوبالها طبيعة خاصة تمام وطريقة خاصة بتاعي وخاصة مطروح او سيناء تمام ام في الغالب هي دي ارض دولة وطبعا هتقدم طلب للجهة الادارية او الحي او الوحدة المحلية اللي فيها العقار ده هتقول راح تقدمت قالت انتو مش ضمن مش ضمن ايه؟ مش ضمن المدرجين بتلقانون لا ما انا قلت له حضرتك في سبع حالات او ثمان حالات لا يجوز فيها التصالح من ضمنها التعدي على املاك الدولة ما لم يقنن وضعه تقنين وضعه يقدم طلب تصالح للجهة الادارية او تقنين وضعه للجهة الادارية مرفق به المستندات والعقود والإصالات المرافق مية وقهراء وحاجات زي كده وفي الغالب الدولة ما برضو عشان تقننه الوضع هتحزبه برضو هتعود على الدولة منفعة او كنونة وضع الناس بصورة رسمية وفي نفس الوقت الدولة استفادت ان هتحزبه على ثمن التقنين ده وده وتكمل اصلا تمام اعني هتقدم ازي ما قلت لحضرتك تقدم طلب التصالح يعني تقنين وضع للجهة الادارية المختصة وفي الغالب بأمر الله يتحلي مشكلتها عشان الموضوع ده مش متعلق بالاستاذة فيه كتير فيه على مستوى الجمهورية فيه تعدى على مملكة الدولة ولكن خلاص ما الموضوع أمر واقع والناس بنت الدولة هتقننهم الوضع هتاخد ثمن التقنين ده هتاخد ثمن التقنين هتحسبهم ما فيش أي مشكلة زي التصالح في قانون المباني ما هالدولة بتقننه بصفة رسمية وبتاخد فلوس من الناس ثمن التصالح يبقى الدولة استفادت والمواطن استفاد ان هو قنن وضعه وأصبح العقار بتاعه بصورة رسمية هو بيقدم على المرافض بصورة رسمية وما فيش أي مشكلة تمام احنا هناخد فاصل قصير يا سيس بات تمام وهنرجع احنا مفروض احنا كده فكرتنا الأولى بخصوص قانون التصالح طبرة امتهت والمستفيد الوحيد من هذا القانون هو المواطن المصري وبناشد المواطن المصري ان هو يسارع بالتسجيل في هذا القانون من أجل ان هو يحافظ على وحدات السكنية لان هو المستفيد الوحيد من هذا القانون فاصل قصير ونرجع لكم تاني لإستكمال فكرتنا التانية مع سيادة المستشار بدر عبد المحسن ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل القصير ده وهنكمل حداثنا مع سيادة المستشار بدر عبد المحسن للإجابة عن استفسارات الناس بخصوص قانون التصالح ومن هو المستفيد من هذا القانون سيادة المستشار احنا فيه تساؤل الناس بتسألوه خاصة ان سؤال الفلوس اللي الدولة هتاخدها من هذا القانون هتروح فين؟ هتجي ازاي؟ احنا عايزين نوضح للناس الفلوس دي رايحة فين؟ عشان الناس نفوض الفرصة على من يسطط في المياه العكرة من أجل نشر الفوضى أو ترويج شائعات هتروح لمشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية للدولة من مشروعات مية وصرف الصحي وقهربة ومرافق يعني الدولة مش هتحطوا فلوس في جيبها طبعا يعني المستفيد منها المواطن المصر والكلام ده منصوص عليه في قانون التصالح القانون رقم واحد سنة 2020 المعدل للقانون رقم 17 سنة 2019 عامل نسب المبالغ لا تتحصى من قانون التصالح نسبة كذا للإسكان الاجتماعي للمواطنين نسبة كذا للبنية التحتية مية وقهربة وغاز وصرف الصحي وخلافه ما أنا أسألت حضرت السؤال ده لأن الكتير بيسأل هذا الأمر والقنوات المعادية لمصر بتستغل هذين نقاط تقولك هيخذ الفلوس يضيعوها فأنا عادي نفند الأكاذيب اللي هم بيروضهم الفلوس اللي هتتحصل من مخالفات المبالغ من قانون التصالح هتحط في المرافق وفي البنية التحتية وفي الإسكان الاجتماعي كله هيعود على المواطن بأمر الله بالخير طب أنا اتصل تاني معنا أماني مسكندرية تفضل يا سوزة أماني السوزة أماني أيها السلام عليكم طب حضركم كنت وطي صوت التلفزيون تسمعينا حاضر يا فندي أيها مدام أماني مع حضركم اتفضل يا فندي من فضلك أنا كنت بسأل أنا عندي مساحة وبنيت منها جزء فعلا بيت ومقيمة فيه والجزء التاني كان عبارة عن أرض أنا بني حوائط حملة مش عاملة أساس تمام فهل ده عليه تصالح ولا لأ والجزء اللي أنا بنيه بني حوائط حملة بس ما لحقتش أعمل السقف فأتصلح على أساس إيه دلوقتي البيت اللي أنا سكن فيه ده نهائي بسقف خرصانة بس حوائط حملة والجزء التاني عبارة عن حوائط بس من غير سقف يعني هو دورين ولا دور واحد لا هو دور واحد جزئين يعني بساحة حوالي خمسمائة متر عاملة تلتمية بيت نهائي حوائط حملة بسقف خرصانة والجزء التاني برضو حوائط حملة بس ما عملتش سقف خرصانة على ما تقت بتقدم المباني من إمتى حضرتك؟ المباني من 2013 حضركت قدمت بطلب تصالح أنا لسه ما قدمتش أنا أسأل قلت المسألة الأول أتقدم بطلب تصالح على إيه؟ هل على خمسمائة متر كلهم؟ ولا على الجزء اللي هو مبني بس وتاني لسه أعمل إيه؟ خلاص السيدة المستشارة وضح لحضرتك النقطة دي واسمعين حضرتك من التلفزيون تمام والإجابة تصح طالما في 2013 يبقى في عز القانون ما من 2008 لغاية 2000 يعني تقدم على المساحة كلها؟ لا تقدم على مساحة المباني فقط ما هي بانية يعتبر هي بانية 500 متر بس فيه مبنى تم صبك والمبنى الآخر عبارة عن جدران فقط لغير ما صبتهش يبقى هي هل هتقدم على المساحة كلها؟ طالما تحط طوبة يتقدم على المساحة كلها طالما تحط طوبة طوبة يعني أنا همثلها لحضرتك دلوقتي فيه واحد من يطلع رخصة بتلات دوار ماشي؟ والرخصة بتاعت بتلات دوار وجيه بانى دور مخالف ماشي؟ لما يجي تصالح هيتطر يتصالح على الجزء المخالف ماشي؟ ولكن فيه مباني فيه مباني أو مناطق أخرى لو بنا تلات دوار وبنا دور مخالف هيتصالح على المبنى كله بالمساحة كلها تضرب مساحة الأرض في عدد ألا دوار يعني هي تقدم بالتصالح؟ المفترض على المبنى كله على المبنى كله طالما الحتة يعني تبنت كلها يعني فيه جزء يتبنى مثلا دورين وجزء دور أرضي يعني في الحالة دي هتتصلح على كتحة الأرض كلها تعمل يبقى تروح بين فين؟ هتقدم طلب تصلح في الحي اللي تابع لها اللي تابع لها آه تمام هتشوف المساحة بصورة العقدة وبصورة البطاقة وتدفع 25% وتستفيد عشان تقلن وضعها تدخل مرافق وده يدينها رخصة أنها تكمل تمام نها تكمل أنها تبني بقية البيت أصبح وضعها قانون أو رسمي النقطة الخاصة بالمكتب الاستشاري عايزة أفهم حضرتك دور المكتب الاستشاري قانون التصالح دقيق آه هو المكتب الاستشاري الناس مش فاهمها تمام هل في قيمة محددة للمبالغ المكتب الاستشاري ولا كل مكتب له قيمة محددة كل مكتب تابع أهوائه تمام ولا في قيمة محددة لكل دور الدور مثلا هو قيمته المحددة في المكتب الاستشاري بكذا تمام عايز أفهم حركة المكتب الاستشاري المنصوص عليه في القانون بتاع التصالح هو بيشوف السلامة الانشائية بتاعت العقار آه وطبعاً اللجنة اللي بتنزل تعاني العقار برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الانشائية وبيعاون اتنين مهندسين مهندس مدني ومهندس معماري ومندوب من وزارة الداخلية المهندسين دولت بيشوف الانسلام وهو انتما مش هتتصالح على المبنى والمبنى ده أساساته تعبانة يعني ده من ضمن الشروط لجوز التصالح في مخالفات المباني التي تهدد السلامة الانشائية للعقار عقار مفوش أساسات وهيقع على السكان هيجوز التصالح فيه طبعاً لا يجوز التصالح فيه طب هنرجع نكمل النقطة دي المهندس استشاري هو لا يحدد هنرجع نكمل النقطة دي بالتحديد لليلناس عايزة تفهمها مش فهمة يعني المكتب استشاري ده نظامه ايه بس هناخد اتصال اول محروس من اينا تفضل استاذ محروس السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته مزكراً يا أستاذ عاملية الحمد لله تمام بخير تفضل حضرتك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والله انا عندي سؤالين يا فنة تفضل حضرتك السؤال الاول انا عندي مبنى من 2006 باستخارجي الحيز العمراني مم وقدت عليه محضر ومحضر طلع براقة ومم وتمام الدنيا هل ذا عليه تصالح او لا السؤال التاني مم السؤال التاني السؤال التاني احنا عندنا مقيم المتر في القرية خمسين جنيه اه حاجبونا عليه بخمسة وخمسين وبيطلع مهندس اه بيطلع مهندس بياخد ألفين جنيه هذا ده قانوناً ان المهندس انا عحاسبه ولا يحاسبه المجلس ولا يحاسبه اه تمام احنا اللي احنا نقط كنا بنتكلم فيها دلوقتي بس هو المتر في القرية حج خمسين جنيه اه ابو الخمسة دي يا فنة من اللي هم ضيفينها جديه هنعمل ازاي ونصرف ببناءنا ونصرف ازاي فيها سيادة المستشارة اوضح لحضرتك هو بتكلم في السؤالين عايزين نجاوب على السؤال الاول هو بان امامنا من الفين وستة اه واخد محضر وطلع عليه حكم هل يتصالح على هذا الامر ولا لا تمام من ضمن الشروط او المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها البناء خارج الحيزر عمراني ده من ضمن الحالات التماني اللي هنص على قانون التصالح اللي هجوز التصالح فيها بنات خارج الحيزر العمراني لا جوز التصالح فيها السؤال التاني السؤال التاني هو بتتكلم ان في الكورة عندهم المتر بخمسة وخمسين جنيه هل ده قانوني ولا لا والمكتب الاستشاري او المهندس بياخد منهم الفين جنيه ده قانوني ولا لا احنا كنا منتكلم انا صراحة انا اول مرة من المتر 55 ازاي هو ب 50 جنيه وجايز هقول لحضرتك النقطة الخمسة الزيادة دي جاي من ينبو احنا عايزين برضو نفهم تمام تمام يعني الخمسة جنيه الزيادة مع او الناس برضو عايزة تفهم تمام تمام على اساس المتر ب 50 جنيه والنقطة التانية احنا كنا مكلم فيها المكتب الاستشارك المبلغ المالي بياخده قدين هل بناء على الدور ولا هو في رقم محدد ولا وفقا لأهواء كل مكتب انت لما بتقدم تلاتي صالح حضرتك سواء في القرية او في المدينة او في المحافظة بيقدر لك المتر مثلا ب 50 جنيه هل انت بتدفع ل 50 جنيه على كل متر لا في حاجة اسمه رسوم فحص رسوم فحص خدت بل حضرتك رسوم الفحص دي ممكن هتعمل الخمسة جنيه الزيادة ده خمسة جنيه في الريف هنا اكتر في المدينة وفي القاهرة وفي العواصم المحافظات اكتر يعني مش هتدفع ل 25% بالزبط تبكة لا يعني هي نظام رسوم يعني رسوم مناسريات حسب ارتفاع العقار ومساحة الارض وبالتالي يعني الخمسة جنيه تحطب الرسوم فحص يعني مش الدولة او الموظف اللي بياخد ال 55 مش يحطه في جيبه ال 55 او ال 5 جنيه مثلا طب النقطة الخاصة بالمكاتب الاستشارية وانا عايزين نوضحها للناس كلها تمام وعايزين برضو نتكلم في النقطة دي بالتحديد تمام وخاصة لاني تحترف بطول مشكلة من اللجنة بتحدد قيمة بتضع حدودا وشروطا للميباني والتصالح تمام وتقيمها عايزين نوضح النقطة للناس عشان الناس مش مهمها وبتسئل عنها بمجرد تقديم طلب التصالح من طلب التصالح للجهة الإدارية الجهة الإدارية بتعين لجنة او بتقوم لجنة اللجنة زي ما قلت لحضرتك اللجنة مكونة بيرأسها مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وبيعاونوا اتنين مهندسين تمام واحد مهندس مدني واحد مهندس معماري ومندوب من وزارة الدخلية اللجنة دي بتشوف العقار حالة العقار ده مظبوطة يستحمل ولا لا لو ما يستحملش هترفض طلب التصالح تمام ما هو الدولة مش عاملة قروت تصالح عشان تلم فلوس لا بس يعني لا ده عشان تشوف حالة العقارات تستحمل ومتستحملش ما هو مش اي واحد يبنى عقار والعقار ده مفيوش اساسات وفيه اروح ناس وفيه اروح ناس ومواطنين وهيجي قدم ترابط التصالح هيترفض طبعا تمام دورها ايه تاني دور ايه اللجنة لستشان بتعمل ايه تاني غير ان تفحص العقار البقر بتشوف السلامة الانشائية بتكلف كم وبتشوف عرض الشارع كمان اولا المبالغ بتاعت التصالح وفق العرض الشارع يعني الشارع اللي عرضه قزد من 25 متر بسعر تمام من 25 إلى 10 متر بسعر من 10 متر لاقل بسعر يعني بتعين المبنى وبتشوف السلامة الانشائية بتحته وبتشوف فيه تعدي عل حقوق الارتفاق برضه نرجع برضه للمخالفات اللي لاجوز فيها التصالح ان تعدي علي خطوة التنظيم يعني واحد BANI عقار ومتعدي على خطوة التنظيم او متعدي علي خطوة التنظيم يعني برضو اللجنة بتشوف النقطة دي فيه تعدى على خطوط تنظيم ما تترفض طلب التصالح فيه تعدى على حقوق الارتفاق بيترفض بتشوف عرض الشرح كامع عشان تحدد مبلغ التصالح عقل من 10 متر ولا ازيد من 10 متر ولا ازيد من 25 متر ده دور اللجنة فيه نقطة مهمة جدا اللجنة اللي بتنزل تعمل هذا الامر بتاخد مبالغ مالية عنها هل فيه في القانون محدد القيمة المالية اللي بتاخدها اللجنة ولا بتبقى طبعا وفقا للأرض والله طبعا يعني المهندس اللي بيعمل الموضوع ده هوت بيعمل تقرير بياخد أتعاب على هذا التقرير وطبعا فيه رسوم تصديق من نقابة المهندسين دي الرسوم دي النقابة بتاخدها بإصالات يعني أتعاب المهندس بالإضافة لرسوم تصديق من نقابة المهندسين طب السؤال لأخير حضرتك عشان هنخطب خلاص بس بعجالة فقلم 30 سنة انت شايف تشكيل اللجنة ده هيقضى على الفساد في المحليات وخاصة ان كان متحكم الأول والأخير خلي بالك اللجنة دي اللجنة دي اللي معمولة من خارج الجهة الإدارية من خارج الحي اه وانا بتكلم في كده ده ده تفضل مستمرة في يعني اللجنة دي مش من الموظفين أو المهندسين بتوع الأحياء دي لجنة مشكلة من خارج الجهة الإدارية عشان تراكب أعمال الأحياء والوحدات المحلية بيلتزم بالقانون في إصدار الرخص من عدمه كل الحاجات دي يعني تعتبر جهة رقبية نتمنى انها تستمر على أساس تمنع أي مخالفات أو تمنع أي تجاوز من المهندسين أو إخلال بنظام العمل في الأحياء والوحدات المحلية أنا في نهاية الحلقة بحب أشكر سيادة المستشار بدر عبد المحسن المحامي بسنافي العالي ومجلس الدولة مشرفتنا النهاردة ونتمنى يعني أننا النهاردة اعتبر لمينا التسؤالات المهمة اللي بيسألها الشارع المصري عن قانون التصالح مع خلافات البناء ونتمنى أن يكونوا النهاردة الحلقة نالت أعجاب حضراتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله الإسبوع القادم انتظرونا في الحديع عشر مسائل شكرا